السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله كين علاقة ديال النظام الغذائي والحركة كين غير جوش العواميل لما راح خصت تحرك قدمة تحركت قدمة كلما تحركت كلما كانت الدورة الدموية جيدة في الجسم كلما كانت الدورة تحركت وكانت الدورة الدموية جيدة كلما الجسم ياخد اكسيجين لان الاكسيجين لما تحركتش ما تدخلش اكسيجين شوفوا غير مثلا الناس اللي كي عملوا رياضة اللي كتكون يتمشيتي مثلا الف والفين مترو حير ماشي مشي جري جري يعني عين ماشي غذيتلاحظي على ان التنفس ديالك زداد ملي كي تزاد التنفس كيكون هاداك الحجم ديال الرئة كيتملأ عن اخره وكيدخل كمية كبيرة ديال الاكسيجين وهذا راكي ساعد حتى على الانيميا ما تدرش على الناس الناس اللي كيتحركوا ما عندهمش انيميا لانا هذا هو وكينعكس حتى على الام الرأس الهدى لانا لكانت عندنا واحد عدم الدورة الدموية مليكة تكون متوقفة ولا تكون مشي يعني تقيلة في الرأس كيكون عندنا حتى الام الرأس الهدى فلماذا دربت المثل بالوجه؟ لاشي ان الوجه هو اللي عنده هذوك الشعيرات الدموية اللي ما كي تتحركش ما تدرش فيهم الدم بسهولة هم هم ما في الوجه كين الإررآس ولها هو الرأس ولا كي في الوجه على الخصوص فملي كيكونوا هذوك الشعيرات الدموية كي وصلравهم في الدمも كيكونوا مفتوحين وكيدوا باان العجيه جيد باللعل ما كتحرك شاي وكيكونوا هذوك الشعيرات مغلوقين باش كيتغلقوهrok ب التغلق بتغلقوا ب الدسم فقط مثل كيكون الدم تاقيل إنك كيكون الدم تاقيل من الذي كان آكله ومن الذي كان wir centimetه podemos أكسل eater يعني باش الناس يفهموا هذا الطرح ديالي هذا اللي كغذيبان غريب شوية على الناس شوف في رمضان مثلا في رمضان ناخده رمضان وناخده العشر الأواخر من رمضان يعني لاش العشر الأواخر العشر للولاية للجسم يتخلص من ديك الشوحوم إلا كانوا الناس ما كيأكلوش كثير أما في رمضان ولو الناس كيأكلوكتر من الشهر الأخرى من اللي كيوصل رمضان مثلا شوف العشر الأواخر كيبالك الناس كلهم وجهة ديالهم جيد جميل عليه نور والضاء وما إلى ذلك لماذا؟ لأن طبعا كان نور الصيام نور العبادة يعني هذا ما ننسوهش ولكن عدنا الدورة الدموية في العشر الأواخر الناس كي ملوا من الأكل وعاد الجوع كي أطر عليهم عاد ذيك الجوع كي بذيبان عاد كي يعطي المفعول دياله بعدما يكون الجسم تخلص من جميع السموم والزوائد في العشر يام الأواخر كي يبال وجه ديال المحمر ومزيان علشان ذيك الشعيرات الدموية عاد ذيك الدم والوجه ديال كل شي الناس كي بان وجه ديالهم جميل وجيد في العشر الأواخر كلهم لا نساء ولا رجال وكتعلوا ذك الحمراء هذه باش نفهموا لناس يعني شنو الموضوع ديالليوم عن هذا القضية ديال الدورة الدموية في هذه المناطق اللي ذكرت أن النساء ما كي يأكلوش كتير كتحس بالجوع المرأة كتجوع المهم كتجوع عندهم ما يأكلو ولكن كتجوع المرأة مشي كتأكل كل وقت ما كيأكلوش كتير منو كان عامل الجوع جيد الجسم بالعكس هو إيجابي وليس سيلبي باقي الناس كيتكلموا خايفين من جوع وكيخوفوا الناس من جوع ما بقاش عصر الجوع ما بقاش عدنا بعدها يعني ما بقاش عدنا عصر الكوارشيكور هذا اللي كان في العسرينيات والثلاثينيات ولا عدنا عصر السمنة وعصر كثرة الطاقة اللي خاصة الناس يتنبهوا لهذه المسائلات هذا كشي الأشكيين نصائح وكي نصائح يعني النس باقين كيخوفوا الناس من البروتينات نعم عصر الكوارشيكور كيما أقول دائما هذا المناطق اللي ذكرت عندهم عامل جوع والحركة النساء كيخدموه نعم جوع والحركة وربما تكون عندهم غي واحد وجبتين نعم وجبتين وحتى الأغذية دياله نباتية جلوها غي دائما نباتي كيكتروش داسين كيخلطوش ومكينش حداهم المرشي بش يخدو الحال عليين المهم بالعكس هم عايشين مزيان يعني حتى المنطقة اللي ساكنين فيهم ساعدهم نكيد نمط العيش والجو اللي عايشينه كيساعدهم فمن كرجعوا للمدن كالقوان النساء كيأكلوا في كل وقت أنهم كيأكلوا كثير وأنهم كيأكلوا الأشياء اللي كتحبس الدولة الدموية أكيد أشياء الحلويات هالكيكا هالبسكويتات هالجبن فروماج اليوم الحم خلطت مع الأشياء الأخرى ليكن خلطوا اليهم السكرية ليكن خلطوا النحوم والسكرية التجسم كياخذ السكرية دلوهم كياتب قاعدين هاذا جنو كيوقع الداخل كيوقع أن هات المخلفات اليها disposal النواتج اليها disposal يكون جذور الحرة originally الجذور الحرة فيها الأمونية فيها المونوكاربونيلا فيها الابوكسيدات فيها أشياء كثيرة هذا الجذور الحرة هي اللي تخرب الشرايين وتخرب حتى الشعير الدموي من اللي كيكون دسم والكوليستيرول من الدم تكون تخين من اللي الناس كيكتروا الأكل وكيكون فيه دسم وبروتينات كيكون كولويد الكولويدات عاليين الناس كيعرفوا محلول الكولويدات أنه تخين أنه الدم ما يدورش كيكون عندنا الكولويد زائد لهذا المستحلب الاميولشن كيكون عندنا ضيق في الشرايين كيكون عندنا ضيق في الشرايين كتولي عندنا أزمة فهذا الناس كيسألوني كيقول لك سؤال هكذا هنقول يودي لله رضي عليكم لما كانوا جوجت العواميل لما كانوا جوجت العواميل لا تسألوا أي أهد لا خبير ولا باحث في العالم هذا العواميل مع منها هي الجوع والحركة الذي لا يجوع خصوه يجوع وخاعدوا ما يأكل وخاو السعليه الله وخاعدوا اللحوم وعندوا تلاجة عمرة يجوع يحاول يجوع خصوه يدير هذا الشي لي هو صحتو خدروا نبسطو دكتور أنا خطعتك أعتذر نبسطو الناس يعني ماشي أنك تتجوع راسك لا تحس بالجوع لا تحس بالجوع تحس بالجوع لا تتوقف على الأكل هكذا حسنا لا تاكلش مثلا واحدة ربعات الوجابات لا على الأقل تبقى واحدة خمس سوائع لاست سوائع بدون أكل لا هذا على الأقل المعدة تفرغ والدم يخف لأن الدم لازم يخف لما يخف يدرش يعني هذه السيركوليشن في الجسم الداخل ونرى الناس لي عندهم شرايين ضيقة ولي عندهم أشياء هكذا يكون عندهم ارتفاع الضغط وعندهم أمراض القلب وشراي فالطبيب يعطيك أقرازه خفيف الدم فقط دم يعني يقول لي خفيف جاري يعطيك أقراز جري الدم والناس لي عاملين القسطرة ولعملين العمليات للقلب وكذا والعملية الكبيرة والصغيرة هذا كل من الأطباء يعطيهم أقراز عيشين بها أقراز كتجري الدم نعم هو ممكن الدم دياله يكون جاري طبيعيا إذا كان عندهم نظام دياله نباتي لماذا؟ لأشياء اللي كتخفف الدم معروفة عندنا في علم التغذية ومع البوتاسيوم نعم أشياء اللي كتخفف دم يا البوتاسيوم وحمد الأوميغا 3 فهذا العامل دي الحمد الأوميغا 3 مع البوتاسيوم هم كينين في الأغذية حمد الأوميغا 3 عندنا بكتراه في المغرب نعم عندنا اللوز والجوز واللوز وعندنا هذا الفول السوداني .... هذا الكوكو زريع الكتان وعندها زريعر نورش yapmış وعندنا الزنجلان وعدنا السمك هذه كلها أشياء وحبرشاد هذه كلها أشياء فيها حمد الأوميغا 3 غنية بحمد الأوميغا 3 ويكون حمد الأوميغا 3 من زريع الكتان silos ليكون من السمك وفي الأخير هو حمد الأوميغا 3 فالبوتاسيوم الحمد the omega3 هذه الاثنان هذه الاولى omega3 يحفظ الشراين لا يمكن الشراين تكون فيها خداش ولا يكون فيها أي شيء هذا الأشخاص الذين يشتاكلون من هذه الدورة الدموية يخصون العامل الفيزيائي هو الحركة والجوع نعم يخصون في الجوع بمعنى الدمه يخف العامل العاملان اللي هين يبقى هو البوتاسيوم البوتاسيوم يوجد في النبات لا يوجد في الحيوان ولكن الحيوان عاده سوديوم حليفة 23 ميلي جرام سوديون المواد الصناعية اللي فيها كيزيد الإنساني ما السوديوم وإما المونوسوديوم على شكل ملح صيني فإلى الناس حبسوا المواد الصناعية وحبسوا الدسيم المواد الحيوانية ثم خادوا النظام النباتي اللي فيه البوتاسيوم ويكون النظام النباتي فيه الأشياء اللي فيها حمد الأوميغا 3 ما يمكنش الدورة الدموية ما تخفش